أهلاً وسهلاً بكم إخواني وأخواتي الأعزاء في برنامج مهارات الطالب الجامعي إن شاء الله سنكون مع بعض في رحلة تعلم جميلة وممتعة فيها مهارات مختلفة ومتنوعة السؤال المهم لماذا هذا البرنامج؟ ليش أنا أو أنت أو كذلك أنت كطالب حاضر لهذا البرنامج؟ خلينا أقول لكم حاجة للأسف كثير من طلاب وطالبات الجامعة لما يتخرجوا من الجامعة سر لهم صدمة أنه لا يجدوا وظيفة بسهولة والسبب أنه تنقصهم مجموعة كبيرة من المهارات اللي يحتاجها سوق العمل فلذلك هذا البرنامج موجود ليسد هذه الفجوة من نقص المهارات اللي يحتاجها سوق العمل لدى طلاب وطالبات الجامعة خلينا أحكيكم حاجة أنا سابقاً عملت في التوظيف في أحد الشركات وكذلك الآن الشركات بشكل عام حتى المنظمات الحكومية سارت تنظر لموضوع المهارات أكثر من أي شيء آخر كلكم سمعتوا قبل فترة عن جوجل أنها محت سارت تنظر لشرط الشهادة بكريوز في تخصص الفلاني كشرط من شروط التوظيف الآن الشركات والمنظمات المميزة تبحث عن شخص عنده مهارات أنت كطالب أو أنت كطالبة في تخصصك كم واحد السنة هذه تخرج في نفس التخصص؟ آلاف من الطلاب والطالبات ما الذي يجعلك أو يجعلك أنت مميزة عن غيرك اللي هو المهارات الموجودة عندك فلذلك نقول قبل ما تتخرج أنت كطالب وكطالبة حاول أنك تكتسب مهارات مختلفة ومتنوعة تساعدك إن شاء الله على تحصل على وظيفة ممتازة أو حتى ممكن تبدأ بيزنس خلينا أحكيكم قصة حصلت معانا سابقا أنا أعمل في جامعة الملك عبد العزيز اتعاقدنا مع جهة في كلية الاقتصاد والإدارة منظمة كبرى عالمية اسمها برايس واترهاوس كوبرز واحدة من أكبر منظمات اللي مهتمة بموضوع قطاع المحاسبة وايضا الاستشارات الإدارية هذا البرنامج برنامج التدريب التعاوني اللي الطلاب في آخر سمسر يتدربوا وبعد كذا ممكن يتوظفوا عندهم قالوا لنا إحنا نبن سوي مقابلات مع الطلاب فأرسلنا الطلاب المتفوقين دراسيا لكن الشركة كثير من الطلاب المتفوقين قالت ما أحتاجهم لأنه تنقصهم مهارات أرسلنا طالب معدل وثنين فاصلة حاجة من خمسة الشركة سووا معاه مقابلة وقالوا إحنا نبغى يتدرب عندنا ونبغى نوظفه قبل ما يتخرج ليش؟ لأن الطالب هذا في المقابلة أبرز مهاراته في الحوار في الإقناع في التواصل فكان عنده مهارات أقنعت هذه الشركة أنه يوظفوه هو لساعه طالب فالسؤال المهم جدا والنقطة المهمة جدا هذا لماذا نحتاج هذا البرنامج؟ حتى يساعدنا لاكتساب مهارات تساعدنا إن شاء الله في النجاح والحصول على وظيفة بسهولة وكذلك النجاح في حياتنا والنجاح في الحياة الوظيفية رح أوريكم كتاب الآن أمامكم هذا كتاب مشهور اسمه Why A Students Work for C Students هذا الكتاب رائع وأعتقد أنه ترجم في جرير أو العبيكان يقول لنا هذا الكاتب لماذا الطلب الحاصلين على معدل A يعملوا في منظماته وشركات عدلاتهم C يعني الطلاب اللي كان معدل C تخرج من الجامعة وأكثر مواد اللي درسها معدل C ممكن هو يمتلك شركة يشتغلوا عنده الطلاب اللي معدلهم B السبب أن الطلاب اللي عند معدلاتهم C امتلكوا مهارات سعادتهم أنه ينجحوا في الحياة ويبنوا منظمات وشركات وبعد كده يجي الطلاب اللي عندهم ايه يهتم بالدراسة فقط ولم يهتم أنه يطور نفسه ويكتسب مهارات مختلفة هذا الكتاب بيتكلم على الجوانب مالية وكيف أنه الجامعات والمدارس تبني المهارات عند الطلاب أنصح بقراءته وهذا مثالي بي لنا أهمية هذا البرنامج إن شاء الله مع بعض في هذا البرنامج برنامج مهارات الطالب الجامعي عندنا مجموعة متنوعة من المهارات عندنا مهارات الاكتشاف الذات تتعرف على مهاراتك وقدراتك ولقات قوة عندنا مهارات إدارية ما هي المهارات الإدارية المهمة اللي يحتاجها أي طالب وطالبة عشان ينجح ويحصل على وظيفة وينجح في سوق العمل عندنا مهارات أكاديمية تساعدك في نجاحك في الحياة الجامعية وأيضا ما بعد الجامعة عندنا مهارات المستقبل ما هي المهارات لكل المستقبل اللي جلس يتغير الآن حياتنا جلس يتغير والمستقبل القادم ما هي المهارات اللي نحتاجها للمستقبل أيضا عندنا مهارات لغوية وعندنا ما علاقتك أنت كطالب مع رؤية المملكة عشرين وثلاثين كيف ممكن تحقق أو تساهم في تحقيق رؤية عشرين وثلاثين بشكل عام بإذن الله تعالى في هذا البرنامج رح نقضي رحلة حلوة وجميلة وممتعة وأعدكم وكذلك جميع الزملاء المقدمين هذا البرنامج أن من يحصل على المهارات في هذا البرنامج سيكون شاب أو شابة أكثر نجاحا ولديه فرصة أكبر للنجاح والحصول على وظيفة وأيضا للنجاح في الحياة العملية بشكل عام